وذكر الجانب الصيني أن عمل مجلس حقوق الإنسان في الوقت الحاضر يواجه تحديات خطيرة كما أن مبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللاخيارية تتأثر بذلك تتجهل بعض دول قضايا حقوق الإنسان الخاصة بها وتتدخل في الشؤون الداخلية لدول الأخرى بحجد حقوق الإنسان لأغراض سياسية محاولة فرض مفهوم القيمة الخاصة بها على الآخرين وأكد الجانب الصيني أن هذه الأعمال تقوض بشكل خطير سيادة واستقلال الدول الأخرى وتقوض التضامن والتعاون الدوليين وتلحق ضررا مستمرا بالجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ويجب مواجهتها ومقاومتها من قبل المجتمع الدولي صرحت الصين أنه من أجل تعزيز التنمية الصحية لقضية حقوق الإنسان الدولية يجب على جميع الأطراف الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بالتعددية الحقيقية ومعارضة سياسات القوة بشكل مشترك وتعزيز الإنصاف والعدالة الدوليين وأنه يجب على جميع الأطراف التمسك بالمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة وسلامة أراضي الدول الأخرى واحترام حقوق الإنسان ومسارات التنمية التي يختارها كل بلد بشكل مستقل والامتناع عن فرض مفهوم قيمها وأنظمتها الاجتماعية والسياسية على الآخرين كما يجب أن يتم الالتزام بالحوار والتعاون على أساس المعاملة المتبادلة والاحترام المتبادل وتعزيز التفاهم المتبادل وحل الخلافات وتنفيذ المساعدات الفنية وبناء القدرات على أساس موافقة الدول المعنية ومعارضة استخدام حقوق الإنسان كأداة لقمع المعارضين وخدمة المؤامرات السياسية ومعارضة المعايير المزدوجة والتخلي عن المعلومات الكاذبة ويجب إلاء همية متساوية لجميع أنواع حقوق الإنسان ودفع الحقوق السياسية المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل متوازن كما ينبغي إلاء الاهتمام بمطالب البلدان النامية بشأن إحلال الحق في التنمية والوفاء بها